المرأة اليوم كانت على كل لسان مترشح في الحملة الانتخابية تزامنا واليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة أعز الدين ميهوبي اليوم يزور المرأة في وهران يدخل بيتها يتفقد أحوالها ويحمل صغيرها ربما قد يجني صوت أمه من خلال وعده الأرمل بمنحة مغرية نعمل على رفع هذه المنحة التي تقدم للأرامل إلى 150% وهران اليوم كانت لها الناصب الأكبر من زيارات المترشح حيث نزل عليها ضيفا عبد المجيد تبون يحمل في يديه هدية للمرأة إكراما للموظيف قبل أن يكرم الضيف وهي منحة للمرأة الماكتة بالبيت يحدث كل هذا والرجال شهود على ذلك المترشح عبدالقادر بن جرينا كانت له سابقة مع العنف ضد المرأة حين أهينت امرأة كانت تحمل صورته منذ أيام ليقوم بتكريمها بعد ذلك بن جرينا ربما رأى أن العنف قد يكون كذلك ضد الرجل حين حاور شاب حول موقفه من الانتخابات مخاطبا إياه إضربني إن شئت غير بعيد عن وهران وبالضبط بولاية البيض سقيا المترشح لابن فليس لابنا أبيضا سائغا للناخبين من يد إحداهن في عيدهن ضد العنف ضد المرأة ليغتنم الفرصة في القاعة ويعيد الفتيات والفتيان بإدماج عقود ما قبل التشغيل حقيقة لا كما قال بدوي حسب ابن فليس أما عبدالعزيز بالعيد فصار ابو مرداس ولم يشذ على القاعدة وسار على منوالي سابقيه غير أنه أراد أن يريح المرأة من علاء العمل خارج البيت كونها تستطيع أن تكون منتجة من بيتها وذلك بتأهيلها مهنيا الوعود الجاهزة منحة المرأة الماكتة بالبيت وبالنهاية فإن الهيئة الناخبة لا تتشكل فقط من النساء حتى لا يغيب عن حسبان المترشيحين أن وراء كل رئيس عظيم رجل ومرأة ترجمة نانسي قنقر